الحديث حول هذا الموضوع سرنا أن تنظم إلينا عبر الهاتف السيدة ريم العلوي الرئيس التنفيذي للشيون القانونية والرقابة بصندوق العمل التمكين أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة مهمية عملية الرقابة التي يقوم بها صندوق العمل التمكين بجاية حبيت أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة وبلا شك أن الرقابة هي جزء مهم جدا من الإجراءات التي نتبعها في عملية تقديم الدعم لجميع برامجنا وها يرجع إلى طبيعة عملنا في تمكين كمؤسسة تقدم أشكال مختلفة من الدعم من أبرزها دعم أجور الموظفين البحرينيين والهدف من الرقابة في الأساس أن نضمن توجيه الدعم لمستحقيه ونمنع أي محاولات لإساءة استخدامه واستغلاله بأي طريقة من الطرق غير قانونية وهاي من خلال اعتماد اللوائح القانونية، قرار السياسات المناسبة، مضاعفة الزيارات التفتيشية ورفع مستوى الدمج مع الأنظمة الشريكة طبعا مع حرصنا على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين تمكين وجميع أفراد المجتمع أيضا ما هي الحالات التي تعتبر مخالفة ويجب الإبلاغ عنها وما هي الإجراءات المتبعة في حال اكتشافها طبعا أي إساءة لاستخدام الدعم بالصورة لا تتوافق مع الإجراءات تعتبر مخالفة لكن في بعض الحالات التي يتم اكتشافها تعتبر غير قانونية وفي هذه الحالة يتم تحويلها للجهات المختصة للنظر فيها حسب طبيعة الحالة مثل التوظيف الوهمي، التلاعب في الأجور، تقديم المستندات المزورة بهدف الحصول على الدعم وفي حالات استرجاع جزء من أجر الموظف وغيرها من الإجراءات المخالفة والنوع الثاني من المخالفات يمكن ما تكون ممارسات غير مشروعة ولكنها مخالفات إدارية لأحكام واشتراطات برامج تمكين مثل توظيف الأقارب أو الانتقال لمؤسسة ثانية لنفس المالك ففي هذه الحالات يتم اتباع الإجراءات التي تنص عليها لوائحنا الداخلية نعم سيدة ريم، أيضا مع تأكيدكم على الحفاظ على خصوصية مقدم البلق ما هي القنوات التي تم تخصيصها للإبلاق عن المخالفات؟ طبعا بالتأكيد سنحافظ على خصوصية مقدمي البلاغات وعندنا مجموعة من القنوات المخصصة للإبلاق وأحدثها الاستمارة الإلكترونية على موقعنا الإلكتروني الذي يقدر مقدم البلاغ يملي الاستمارة بدون الكشف عن هويته وأيضا من خلال الخط الساخن 17383383 والبريد الإلكتروني report at temkin.ph نعم سيدة ريم العلوي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والرقابة بصندوق العمل تمكين شكرا جزيلا على هذه المداخلة